بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم مع نجاة عفيفي ماما كوكا إن شاء الله يكونوا في أتم صحة وأحسن حال هنجيب نصف كيلو دقيق وما يعادل أربع أكواب هننخلهم ونضيف عليهم معلقة سكر صغيرة أو معلقتين ومعلقة ملح صغيرة خلصنا خلناهم وحطينا معلقتين خل كبار معلقتين تلات معلق زيت معلقتين كبار حليب بودر معلقة خميرة كبيرة ومعلقة بيكن بودر صغيرة بيض البيضة وهنحتفظ بالصفار عشان ندهن بوجه الفطيرة حطينا معلقة نشا كبيرة لو في زبادي متوفر ممكن نحط معلقتين وهنجيب كوب من الماء وهنعجن العجينة وقلبنا المكونات كلها كده خلاصة عجنت هدهنها بالزيت وأسيبها من نص ساعة لساعة وأغطيها هاجيب الحشوة أنا عايزة بطاطس آآ مسلوقة عسلوقها كويس وهرسها البطاطس هنهرسها عادي ونحط عليها فلفل اسود وكمون وملح وقليل معلقة الزيت بس اشتركوا في القناة العجينة بعد ساعة كده هنفردها ونحشيها ببطاطس وقليل من الجبنة لماذا رولا كما يمكن حشوها بأي حشوة تفضلوها كده خلاص فردناها هنحط شوية جبنة معلقة بطاطس مهروسة وقليل من الجبنة هنقفلها تاني كورة نقفلها كويس ونحاول نفردها مرة تانية نفردها بحرصة عشان الحشوة ما تطلعش منها هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة نص كيلو عمل لنا خمس فطرات كبيرة هحاول حددها بضهر السكينة عشان يسهل اللي بياكل يقطعها جبت صفار البيضة وحطيت عليه شوية حليب وشوية نسكة فيه أو قهوة المتوفر وحطيت زاتونة شريحة زاتونة في الوسط ودهنت الفطائر وبزينها بالسمسم وحبة البركة الفرن هيكون شغال من فوق ومن تحت على أعلى درجة وهندخلها كده في الفرن استوت خلاص وبقت زي الفل وشاهية ما تنسوش تعملوا إعجاب وتشتركوا معنا دعما لنا وأشوفكم في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظوا مع السلامة كنتم معنا جات عفيفي كوكا أوكا ننساش ندعي لكل مريض بالشفاء والكل متوفي بالرحمة والمغفرة وربنا ينجح أطفالنا جميعا ترجمة نانسي قنقر